قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي حشدت عددا كبيرا من جنودها خلفنا على مدخل قرية توانا وذلك لعدم الوصول إلى منطقة الركيز التي أصيب فيها الشاب هارون أبو عرام سأترك الكاميرا الآن يعني ترصد الصورة لكم حيث يتجمع مجموعة من المستوطنين المتطرفين بعد عملية تفريق المظاهرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة حضر المستوطنون المتطرفون إلى هذا المكان وبدأوا برفع أعلام إسرائيل في هذا المكان وبالتالي هم يغلقون المدخل تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي عزز بعدد كبير من جباته العسكرية وبالإضافة أيضا من جنوده وربما هي من المرات النادرة التي يتم فيها إغلاق الشارع الالتفافي وفيها هم جنود الاحتلال الاسرائيلي الآن يحاولون التقدم أكثر وأحدهم يعني يرفع علامة النصر وهذا لأنه قام بتفريق التظاهرة الفلسطينية أو المظاهرة التي خرجت في هذا المكان وقبل قليل كنت قد سمعت المستوطنين المتطرفين والآن هم يعني في هذا المكان يرفعون علم إسرائيل وبالتالي يعني يقومون ببعض الحركات الغير لائقة حقيقة للكاميرا وهم يعرفون بأننا يعني نقوم بتصويرهم في هذه الأثناء وبالتالي هذه حركات استفزازية دائما ما نشاهدها ونتعرض لها كصحفيين في الأماكن التي نقوم بتغطيتها وسمعتهم قبل قليل يقولون للعرب وللفلسطينيين اذهبوا إلى بيوتكم وبالتالي ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت كذلك بتحذير الفلسطينيين والنشطاء والمتضامنين الأجانب الذين حضروا إلى هذا المكان وقالت لهم بعد خمس دقائق سنقوم طبعا يعني بتفريق التجمع وبالتالي قاموا بإطلاق قنابل صوتية وهذا أدى إلى إصابة عدد من النشطاء بالإضافة أيضا إلى اعتقال شيخ يعني مسن ثمانيني تقريبا وهو الشيخ سليمان الهذالين الذي تعرض كذلك لاعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية وقام أحد الجنود يعني بدفعه من على الآلية العسكرية بعدما تمكن من يعني رفع علم فلسطين على هذه الآلية وبالتالي حضور مجموعة من المستوطنين المتطرفين إلى هذا المكان وإغلاق الشارع وإغلاق مدخل قرية توانا وهم من مستوطنات معون وبالإضافة أيضا إلى كرمائل وأفيقال هذه المستوطنات مقامة على أراضي فلسطينية وبالتالي هناك مشاريع استيطانية ودعم يعني استيطاني في هذه الأماكن في منطقة مسافر يطة وكل يوم هناك مصادرة وعمليات تجريف وعمليات هدم للمنازل بالإضافة كذلك إلى عمليات إطلاق النار وكما ذكرت في البداية هم أطلقوا النار قبل حوالي عشرين عاما على شاب يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما عندما حاولوا مصادرة مولد كهربائي وحاولت دفاع عن أرضه وبيته ونفسه أحد جنود الاحتلال أطلق رصاصة في عنقه استقرت في رقبته وهذا أدى إلى شلل رباعي وبالتالي هذه جرائم الاحتلال مستمرة في الخليل وفي الضفة الغربية بشكل عام تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وأقصد هذه الجرائم من قبل كذلك المستوطنين المتطرفين سينار إذن مراسل الغد من الخليل رائد الشريف شكرا لك ترجمة نانسي قنقر